دكتور ياسر الوضيبي رئيس حزب الوافد بالقليوبية دكتور الأحزاب المصرية يعني حزب الوافد هو أحد أهم الأحزاب المصرية اللي بالفعل متواجدة وقد تكون في الشرق الأوسط بشكل عام ولكن من أننا نحن نتكلم عن مثلا لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حابنا نتكلم عن اللجان بداخل حزب الوافد هل هناك مثلا لجنة تشريعية وأنا عارفة أن في لجنة بالفعل برئاسة سيد دكتور حسين خليل أعتقد شكل التواصل فيما بينها مثلا لجنة التشريعية ومجلس النواب بداية بسم الله الرحمن الرحيم برحب الأستاذ الفاضل المستشار محمد بمدينة النائب المحترم وحسين بيع شماوي النائب المحترم برحب بحضرتك وبقول أن المادة خمسة من الدستور المصري نصت على أن الحياة السياسية في مصر تقوم على تعدد الأحزاب والتداول السلمي للسلطة وهذا يجعل الدولة متحملة كافة النتائج ويجب على الدولة أن تدعم الأحزاب اللي احنا شايفينه النهاردة الدولة تتجاوز الأحزاب وتتعامل مع تكتلات وتتعامل مع جمعيات وهذا مخالف مخالفة صريحة للدستور النتيجة بتاعة المخالفة دي هو تقويد الحياة السياسية في مصر لأن لو شفنا أمريكا أو بريطانيا بلد الديموقراطية أو أي بلد في العالم هتلاقي فيها دايما الصراع السياسي والتداول السلمي للسلطة بيتم بين أحزاب وليس جمعيات عندنا في حزب الوابط عندنا اللي جاء النوعية لكل تخصصات الوزرات في مصر ومثلتها في مجلس النواب يعني عندنا لجنة حقوق إنسان اللي أنا بترقصها زي لجنة حقوق إنسان عندنا اللجنة التشريعية اللي بيترقصها اللي هاكتفضلت وقلت يحسين بيه وبالتالي اللجنة التشريعية في حزب الوابط بتقوم بعمل إعداد للقوانين وأنا بنفسي ساهمت في إعداد قانون الإجراءات الجنائية اللي أشار إليه سيادة النائب شخصيا وتقدم به سيادة المستشار والنائب به أبو شؤ عملنا كمان قانون العدالة الانتقالية وتقدمنا به والقانونين أنا اللي أعملهم بفضل الله بمجموعة من المستشرين القانونيين في حزب الوابط وهكذا في كل الأمور التي تعن للدولة والتي يجد حزب الوابط في إلحاح وحاجة إلى الدولة التشريع جديد أو تعديل في قانون حزب الوابط عن طريق اللجنة التشريعية أو عن طريق أي من لجانه بيتقدم بهذا الأمر بل إحنا عندنا كمان حكومة اسمها حكومة موازية لكل وزير في الدولة عندنا ملف ليه أي شيء بيعني ليه إحنا بنعرض عليه أي شيء بيستحدث فأي وزارة من وزارات الظل الوافدية بيتم عرضها على الوزير لكي يضعها في اعتباراته وفي حساباته ربما تنبهه الأمر لا يروق له أو أمر لا يأخذ باله منه كل هذا فيه تنوع سياسي محترم كل هذا دعم للدولة المصرية اللي كلنا بنقف معها بكل قوة وكل حدية ما فيه صراع ولا فيه نزاع حتى لو حزب الوافد هيقيد أنه معرضة أو هيصنف أنه معرضة أنا بقول أن المعرضة جزء لا يتجزأ من النظام السياسي المعرضة الموضوعية لها شرطين معرضة موضوعية وتكون وطنية المعرضة هي التي تساعد الرئيس في اتخاذ الخطوات الجارية المعرضة هي التي تقول للسيد الرئيس خلي بالك فيه قدامنا هنا عمود خلي بالك فيه قدامنا حيطة على أساس يبقى زي اللي صبط كده بينور للرئيس الأخطاء أنه ياخد منها ويدي وياخد منها ويعالج أما كلنا هنسقف يبقى ده أمر لا هو ديمقراطي ولا هو سياسي وفي الآخر مصر هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا فلابد من تكامل المعرضة مع الحكومة وتكامل المجلس النواب مع الحكومة دون تنازع في الاختصاصات أو السلطات فالكل متكامل في الوقوف خلف مصر حتى نعبر من تلك ظروف يعني أعتقد حاجة أصد المعرضة تكون مناءة وليس أبهادة بقول موضوعية يعني تقول المشكلة وتقول الحل مش تصدر المشكلة بس وتكون وطنية يعني ما يكونش لها أجندة خارجية يكون بيؤمر الأمن ده أو بيطلب الطلب ده استنادا إلى مصلحة وطنية حقيقية وليس أجندة خارجية أجندة خارجية